عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المتح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش رواه البخاري ومسلم سأل رجل أحد العارفين قال يا سيدي ما الزكاة قال عندنا أم عندكم قال ما عندنا وما عندكم قال أما عندكم فربع العشر وأما عندنا فالعبد وماله لسيده قال وشهر ومسلم قال وشهر قال عندنا وحミ